لا شك طبعا وده خلينا نسأل سؤال لحضراتكو وهنشوفه كمان من خلال التقريب الجاي على العلاقة المثيرة جدا للجدل ما بين الفنان والجمهور التواصل من خلال الاعمال الفنية المختلفة هو عنوان العلاقة بين الفنان والجمهور وذلك ما اكده المعرض الفني الذي يحمل اسم النص المفاهيمي والذي يؤكد اهمية النص المكتوب كلغة تواصل هامة تعبر عن الحالة الفنية التي يبعها الفنان من خلال اعماله الفنية من فكرة المشروع او فكرة المعرض كله تبقى عن الكنسابت بتاعه عن التاكس النص المفاهيمي سواء هو داخل العمل الفني او بيعرف العمل الفني بس وحاولنا ان احنا نختار المشاريع دي ان القوالة بتاعتها تبقى عالية جدا الكنسابتشوال بتاعها او المفاهيميات بتاعتها تبقى عالية كمان وبقى فيه هارموني طبعا بين شغل كل واحد والتاني سواء في تنسيق المكان او في تنسيق الشغل انا كان تم اتقالي في الثورة اثناء الثورة وحبيت انقل التجربة اللي حصليك دي كاملة في المعرض عن طريق النص اللي هو التيمة الرئيسية للمعرض انا كنت وان هناك كنت بسجل كل حاجة بشوفها اي حاجة بتحصل قدامي اي محادثات تحصل بيني وبين اي حد هناك سجلت ده كله وحبيت احطه في الشغل بتاعي عن طريق ان انا اشتغلت عن طريق الفتغرافيا عن طريق فيديو ارت كل ده حبيت حط التكست والنص اللي انا كتبته جوا على الشغل فهو قدر الشغل لقيمة عالية وفهم الجمهور او المتلقي الحالة اللي انا عديت بيها او مرت بيها بالنسبة لفن الفيديو ممكن نص ما يبقاش